محمود حجازي محمود حجازي محمود حجازي محمود حجازي محمود حجازي محمود حجازي وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والسيطرة عليها كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريباً متميزاً للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية وتأمين الوحدات البحرية ضد الطيران المعادي باستخدام أسلحة الدفاع الجوي المختلفة والتي أظهرت ما يتمتع به المقاتلون من الجانبين من مدى الدقة في إصابة الأهداف المختلفة وأشهد الفريق محمود حجازي ورئيس الأركان اليوناني بالأداء القتالي العالي للقوات المنفذة للتدريب والذي يعكس المستوى المتميز من التنسيق والتفاهم بين القوات المسلحة لكل الجانبين حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية واليونانية